إذن رجعنا بجديد ومستمرين معكم في مشوارنا الصباحي وإلى استضافة نتاليا ومتحدث فيها عن مهرجان مالمو وهذا المهرجان اللي رح يعقد خلال بداية العام القادم وهو للعود والأغنية العربية فمعنا بالاستيديو مدير المهرجان يوسف بدر رح نتحدث أكثر عن المشاركة الأردنية وأيضا تنظيم هذا المهرجان وأيضا شو اللي رح يتخلى له من فعاليات بشكل أو بآخر ننصب عليك وأنت مؤلف موسيقي وأهلا وسهلا بك صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف بالبداية هذا المهرجان رح يكون بشهر أربع عام راد الله بداية السنة القادمة بالسويد تحديدا وخلال الأيام الماضية كان هناك مؤتمر صحفي للحديث عن هذا المهرجان ونحكي أنه انطلاقه فنتحدث عن هذا المهرجان فكرته وهذه التشاركية ما بين الأردن والسويد تحديدا أول شيء بداية نخليني أشكر معالي سمو الأميرة دانا فراس على رعايتها للمؤتمر ببيتي عيش والسيدة منار أيوب والشاعر الفلسطيني رامل يوسف لتنظيمهم للمؤتمر وكما طبعا أشكركم على الاستضافة وأشكر يعني الواحد بيجي على الأردن بحس حاله دوره من أول يوم ببلده يعني يعني شعب مضياف وكريم وهك أهلا وسهلا فيك نوارك نتحدث عن هذا المهرجان مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية نحن تم الإشهار عن انطلاق المهرجان بـ 25 الماضي بمصرح مالمو لايف كونسرت بمدينة مالمو وتم استضافة الدكتور نصير شمة عزف ساعة ونصف ضمن حفل الانطلاق موسيقار يعني عراقي هو الموسيقار العراقي عربي عراقي نعم وتم تكريم كمان الأستاذ طهر ماملي الموسيقار السوري وكنا عملين برومو يعني تعريف للمهرجان نعم هلا احنا فكرتنا أنه يكون في تعاون عربي نعم مع وزارات الثقافة وزارات الإعلام نقابات فنانين مؤسسات أو كأفراد يعني يكون فيه شيء تشبيك تشبيك تعاون بالضبط أنه لأبراز شيء مهم يعني بأوروبا نعم حلو واليوم إذا بنا نحكي ماذا يخص هذا المهرجان تحديدا تحدث بأنه هناك عزف وهناك أغنية بنفس الوقت وهذا بتضمن أيضا يعني عزفين وأيضا فنانين رح يقدموا أعمالهم ورح يتشاركوا في هذا المهرجان عملية التحكيم عملية اختيار الفنانين كيف عم بتتم أول شيء بدي أعرف أنا على المهرجان المهرجان هو فيه عدة فعاليات نعم فيه فعاليات أنه إحنا نستضيف فنانين نجوم من كل الوطن العربي يعملوا تور بأوروبا كحفلات نشاطات وأيضا تكريم للفنانين وفيه ضمن المهرجان فيه مسابقتين مسابقة للغناء العربي ومسابقة للعزف على قلة العود المسابقتين هن بنسم له اسمين طريقة التقديم المرحلة الأولى هي عن طريق الأونلاين عن طريق الموقع الرسمي للمهرجان يعني أي مشترك أي موهبة ومكان بالعالم يدخل على الموقع الرسمي للمهرجان بيعبل أبليكيشن بيحمل فيديو فهي رح تكون المرحلة الأولى إحنا عاملين بالمرحلة الأولى رح يكون فيه كلهم نحطه على اليوتيوب اللي هو تابع للمهرجان عشان يكون فيه شفافية ومصدقية بالتعاطي واضحة للجميع فرح يكون تقريبا نسبة تصويت للمشاهدات على اليوتيوب لكل المتسابقين اللي رح يكونوا مشاركين بالفيديوهات تبعهم وبعدين رح يتم انتقاء مجموعة رح يكونوا مشاركين عنا بالسويد رح نتم استضافتهم على نفقة المهرجان لمدة أربع تيام ورح تكون هي المصابقة النهائية ما بتشوف أنه إذا حطناهم على اليوتيوب في ناس رح يجيبوا مشاهدات أو عجاب أكثر من الناس على حساب الموهبة صحيح هذا كمان اسمعناه التعليق بالمؤتمر يعني هذا شيء مخيط لأنه إحنا حتى منشوفها لليوم في فنانين عندهم مشاهدات أكثر من فني يعني الفنانين المشاهداتهم أقل هم أقدر صحيح هو فكرة اليوتيوب يعني مش هو الأساس أنه يوتيوب يعني مش المشاهد هي اللي بتحكم على لان معي تخفو إشي طبعا في لجان فنية هي رح تقيم ولكن احنا يعني في جزء من اليوتيوب هو عشان يكون المصدقية والشفاهية نعم 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 جميل إذن يعني رح يصير في أكثر من مرحلة بعدين هناك تصفيات لإنتقالهم إلى السويد صحيح اليوم لنتحدث أيضا عن المواهب بشكل عام سواء كان من الأردن أو من الوطن العربي عم تشوف في الآن مشاركة عم تشوف في إقبال وين أكثر البلدان اللي عم تشوف هناك يمكن عندهم إقبال أكثر على المشاركة في المهرجان هلأ احنا بالنسبة في عنا تقريبا يعني نسبة مشتركين من فلسطين نعم في من الأردن في من الجزائر من تونس من المغرب من ليبيا في عرب طبعا من النرويج من النمسا من أمريكا يعني في مشتركين من كل العالم مو خط إنه تحديد لأردن عربية أي موهبة وين ما بيكون بالعالم يعني احنا هي الفكرة إجت أنه تسهيل يعني احنا شفنا برامج مثلا أنه واحد بده يستافر لبلد عشان أنه يقدم للمرحلة الأولى هذا يكون مكلف ويعني وفيه جهد وفيه ضيعة للوقت هلأ احنا صرنا بوضع يعني 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 عالم منفتح العالم صغير صار الواحد وأي مكان بدون ما يتعب حاله يعني يساوي شيء هو قعد ببيته ممكن يسجل فيديو ويشارك بهذا المهرجان بس تحكي لنا الموقع الإلكتروني أو الويب سايت تبعكم حتى الناس تشارك أو إذا فيه هناك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام بيقدر يتواصلوا معكم هو أي حدا ممكن على الجوجل يكتب بالعربي مهرجان مال مو الدولي العودية للأمني العربية بيطلع له الويب سايت بيكون متواجد إذن يعني لكل الأشخاص اللي حابين يقدموا مواهبهم بالعزف أو الغناء العزف على العود تحديدا صح؟ العزف على العود هو بس أنا بدأ أن نبهها لها لأنه إحنا من خلال المرحلة السابقة يعني من التعليقات تحليلنا للمراسلات اللي كانت توصدنا عن طريق الإيميل أو عن طريق الواتس آب الموجود على الموقع كنا نحس فيه لغط يعني أنه كنا فيه مواهب يتفكروا أنه لازم هو يعزف عود ولازم يغني هو مصابقة هي ممفصلة للغناء مصابقة ممفصلة لعزف العود طب فيه مشاركات مع جهات مختصة بالأردن مثلا وزارة الثقافة مهرجان جراج أو المسؤولين عن مهرجان جراج حتى يقدموا لكم الدعم والمساعدة الفنية تحديدا لأنه لدينا خبرة كمان يعني فرصة أنه بدأ أشكر أنا معالي الوزيرة هيفاء معالي وزيرة الثقافة نعم هيفاء النجار على استضافتي شرحت لأنا بموجز يعني بسيط واتفقنا أنه رح أنه بعطل المعلومات إن شاء الله عن طريق الإيميل إن شاء الله وهي كتير رحبت بالفكرة وكمان بدي أشكر عطوفة السيد أيمن سماوي كمان كتير أيد الفكرة وتقريبا يعني فيه اتفاق شفوي صار بناتنا على تعاون جميل حتى على غض يعني على هامش المهرجان من خلال فرق تشارك يعني بالعكس يعني أنه فرق أردنية وفننين أردنيين ممكن إحنا نستقبلهم وكمان أنه ممكن إحنا في عنا فرق كتير يعني يعني عربي أجنبي أو فرق غربية كمان من خلال المهرجان أنه ممكن يستضيفهم بالأردن تمام تمام هذا الإشي اللي دائما بنبحث عنه إذن يعني بنهاية لقائنا لليوم كيف لآن عم نشوف هيك المراحل اللي عم بمرق فيها المهرجان هو دورته هذه الأولى صح؟ هي النسخة الأولى نسخة الأولى أعتقد هناك تحدي كبير هو مستمر سنوي إن شاء الله يعني هذا التحدي الأكبر بأنه يعقد لأول مرة فعليكم جهد كثير كبير شو بتحب تحكي في نهاية هذا اللقاء ولم يمتوجه تحية يعني خاصة لكل أشخاص اللي عم بيشتغلوا حتى بيالسويد أعتقد الفريق كبير صحيح بدأ أوجه تحية لكل الفريق اللي عم بيشتغلوا معنا اللي هن بيت الثقافة والموسيقى الشرقية أوريان تلسكا كولتور موسيكووسات عم بيشتغلوا جهد جبار الإعلاميين وقسم الإداريين يعني وبدي أوجه شكر لكل حدا يعني عم بيساعد هو يعني نحن مؤسسة غير ربحية عم تشتغل يعني في شيء لمد جسور يعني لكل العالم وآحسن وسيلة هي الموسيقى يعني واحنا كمان ضمن المهرجاء نحن عم نفكر أنه هذا يكون ملتقى عربي يعني أنه حتى نستهدف الجمهور أنه يكون عندنا من كل العالم مش بس من السويد من خلال أنه كمان خطط سياحية تكون يورجو أنه معالم السياحية للبلد والمعالم الثقافية والأثرية يعني كل شكر يوسف بدرعي تواجدك معنا ومفقين بهذا المهرجان شكرا لكم أنا سعيد بالتواجد معكم شكرا كثير لكم للتلفزيون الأردني أهلا وسهلا نورتنا بالأردن ويعني بنرجع بحكي بأنه الموسيقى لغة العالم والفن فرصة أنه كل واحد يبرز مواهبه كل شخص عنده موهب يحب أنه يبرزها ممكن أنهم يدخلوا على موقع مهرجان مالمو للعزف وللعود والأغنية العربية تحديدا ويمكن أنكم تعبوا الأبليكيشن